اهلي يحصد ثلاثة جوائز من الكاف يوم وصوله لجدة للمشاركة في منديال الاندري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ناردة الاهلي كان بطل فوق العادة وحصل على ثلاثة جوائز في احتفالية الكاف للأفضل في عام الفين تلاتة وعشرين اول الجوائز كانت حصوله على لقب افضل نادي في القارة الافريقية عن عام الفين تلاتة وعشرين بعد عام تاريخي للقلعة الحمراء على مستوى معظم المتلات ثاني الجوائز كانت حصول برستاو على جهزة افضل لعب افريق داخل القارة اما ثالث الجوائز فكانت لمحمود عبد المنعم كهربا كافضل هدفه في مرمى الهلال السوداني جوائز معنوية مهمة جدا للاهلي ومصوله لجدة للمشاركة في كأس العالم للاندية استعدادا لمباراته الاولى يوم الجمعة مع الفائز من الاتحاد السعودي واوفلاند سيتين نيوزيلاند من يوم مبروك للنادي الاهلي ودايما دايما رافع رسل اعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة جوائز الكاف للافضل افريقيا عن عام الفين تلاتة وعشرين النادي كان له منها نصيب كبير كبير جدا ده تلات جوائز اول الجوائز هي جايزة من المفترض انها تكون جايزة معادة جايزة دائمة وابدا وهي جائزة افضل نادي في القارة الافريقية يا فندم سواء خدها النادي الاهلي ولا ما خدهاش هتسأل اي حد في القارة الافريقية هتقوله من يا فندم افضل نادي في القارة الافريقية هيقولك النادي الاهلي هتسأله السنادي هيقولك الاهلي هتسأله السنادي هيقولك الاهلي هتسأله السنادي هيقولك الاهلي هتسأله السنادي هيقولك الاهلي هتسأله من مئة سنة هيقولك النادي لأهلي نادي استثنائي في كل شيء يحافظ على الصدارة دائما دائما مفيش نادي وانا قلت الكلام ده قبل كده وهكرره تاني مفيش نادي في العالم على مدار 116 سنة يحافظ على فكرة ان انا بقى متصدرة بقى عقمة والله مكسبش عفريك هكسب دولي مكسبش دولي هكسب كاس مكسبت مش عارف ايه بس هكسبان طول الوقت طول الوقت واعف على رجلي وبحصه afb kulata ده مين ده النادي الاهلي واول جايزة كبير كبير القرة يقعد كده فرد ايديه والرجليه والسدره وكل حاجة ويقول لك انا النادي الاهلي انا النادي الاهلي طاير كده انا كبير القرة دي كبيرها مش اللي هو الكلام يعني انا مش بكلم معاك كده اللي هو قولك ايه هو كبير القرة كده وماشي بعرف انت بتشبحان في الدنيا يعني لا كيبير القرى عشان هو أكتر نادي بيحق بطلات أكتر نادي بيكسب بطلات أكتر نادي متواجد في النائيات أكتر نادي كل حاجة أكتر نادي أكتر نادي عنده هدفين أكتر نادي عنده بطلات عنده إنجازات عنده حاجات كتلاوش فكيبير القرى وهو مستريح كمان وهو بعيد عن أقرب منافسي دي الجائزة الأولى اللي حصل على النادي الأهل النهاردة وكان الأستاذ طريق أنديل عدو مجلس إدارة النادي الأهلي هو من تسلم هذه الجائزة ثاني الجائز كانت لبيرستاو أفضل لاعب أفريكي داخل القارة وعن كل استحقاق وجدارة بيرستاو تحول تحول مع مين مع مرسل كولر تصور أن بيرستاو اللي كان جاي الأهلي بقرار من بيتسو موسيماني اللي دربوا بيتسو موسيماني قبل كده في سانداوينز اللي مفهوض يقدم معاه أفضل شيء ويقل المستوى يخد بالك منعظمنا قال أنه لما موسيماني مشي ياما بيرستاو هيمشي مع موسيماني ياما بيرستاو مش هيقدم مستوى جيد مع الأهل مع مرسل كولر نسخة أصلية لبيرستاو بيرستاو اللي كان من كام سنة مع جنوب أفريقيا مكسر الدنيا بيرستاو اللي مع سانداوينز كان مكسر الدنيا هو ده بيرستاو مع شوية خبرات كمان فبقى عندك نسخة من بيرستاو نسخة نارية نسخة مش طبعية بيرستاو كان واحد من أهم لعب النادي لأهل الموسم الماضي اللي لم يكن أهمهم وهتقول لي ليه بيرستاو بتقول عنه الكلام ده أو بيرستاو ده نموذج المحترف اللاعب الأجنبي اللي المفروض يبقى موجود في الدولة المصري إزاي لاب عنده سابات إلى حد كبير في المستوى في معظم المباريات عنده حاجات تستغلبش أنا أقول هالك عشان هالك بصراحة مش عند معظمنا مش معظم اللاعب المصريين للأسف أنا أنا بقولها وأنا بقول لي للأسف يعني بس مهارات التسليم والتسلم الأماكن اللي بيعرف يبقى متواجد فيها العقلية اللي بتخليتك تكيا في الملعب إمتى برجع عدافة وإمتى بهاجم وإمتى خش إنسايد في منطقة الجزاء وإمتى بقى موجود في النص المرة في تفاصيل فنية المدربين يحبوا بسببها بيرسيتاو جدا لعيب تيل قوي لعيب تيل قوي كسبانه النادي الأهل بكل تأكيد يعني فقر جائزة أفضل لعب أفريقيا داخل القرى لبيرسيتاو الجائزة الثالثة وهقف شوية عندها الجائزة الثالثة كانت لمحمود عبد المنعم كهرباء وهدفه الرائع جدا كأفضل هدف 2023 في القرى الأفريقية هدفه الرائع جدا فيه الهلال السوداني ليه هقف عندها شوية كهرباء الموسم الماضي لو تتذكروا كان جاي من فترة غياب طويلة جدا بسبب مشاكل كثيرة وأمور كثيرة جدا سبع تامن شهور ما كانش لمس الكورة ما كانش لمس الكورة ودخل وانضم مع النادي الأهلي فجأة بقى واحد من هدفين النادي الأهلي وفي رأي الفضل الأول في ده بجانب طبعا مجهوده وشغله وتعب وكرم ربنا ليه مرس الكورة للمدير الفني ازاي تصق فيه وازاي تلعبه في مكان اصلا ومش مكانه اللي هو كمهاجم مش جداحة ويقدي ويبقى واحد من هدفين النادي الأهلي ظروف صعبة كتير تعرض لها كهرباء منها ما هو مسؤول عنها طبعا طبعا منها كتير ومنها أحيانا ظلم شوية أحيانا تم المبلغة معاه شوية في بعض الأمور مش باتكلم على فكرة على قصته مع الزمالك لا لا أم باتكلم على الانتقادات اللي قاعد ليه في الملعب وخارج الملعب تفاصيل كثيرة قصته مع الزمالك دي وحق لنادي الزمالك وواخده بالقانون زي بيقوله فخلاص دي ما فعش نقاش تحطيها على جنب باتكلم أنه ظلم أحيانا أنه الناس كانت أحيانا تبالغ في نقضه تبالغ في الهجوم عليه كهرباء أصلا كهرباء بيعمل إيه خارج الملعب وكهرباء داخل الملعب بيتنرفز إزاي وكهرباء صلاقين مش منتزم وكهرباء مش عارف إيه أهو من حي صلاق يدري ربنا قرمه بجول حلو جول حلو خلاه ياخد جايزة ضمن الجوائز النهاردة في 2023 جايزة يفرح بيها طول حياته ويتشرب بيها بص جايزة كهرباء تحديدا مش عايزة أقول كلام كبير وعريض ووسع وحيات كده بس هو قرم ربنا قولوا مهما تقولوا ويتكلموا زي ما تتكلموا وعضوا إن بيشوا في حياة البناء آدم في الآخر ربنا بيكرمك حرفيا من حيث لا تدري هو لا خد هداف البطولة ولا خد أفضل لاعب ولا خد أي حاجة بس جول جايب وحلو بقى معه جايزة زي الناس اللي خياد جوائز النهاردة تعالى بقى أقولك بقى الجوائز عشان لسه هتكلم شوية على الجوائز الكاف دي كتير قوي قوي يعني بس تعالى أقولك الأول الجوائز النهاردة الأفضل في أفريقيا العام 2023 يالله بنا أفضل نادي للسيدات ساندونز الجنوب أفريقيا أفضل نادي في أفريقيا للرجال النادي الأهلي أفضل لاعب داخل القرى المغربية فاطيمة تجننت أفضل لاعب داخل القرى الجنوب أفريقيا بيرستاو أفضل لاعب شاب المغربية نسرين الشاد أفضل لاعب شاب سنغالي لامين كمارا وأفضل منتخب للسيدات منتخب ناجرية أفضل منتخب للرجال بطبيعة الحال المنتخب المغربي رابع العالم أفضل هدف محمود كهربا في الهلال أفضل حارس مرمى الناجرية شاماكة ندوزي أفضل حارس مرمى بطبيعة الحال ياسين بونو حارس منتخب المغرب والهلال السعودي لأنه مع المغرب رابع رابع العالم ومع أشبيلية بطولة طبعا لرباليج أفضل مدربة الجنوب أفريقية ديزيري إلياس أفضل مدرب وليد الرقراكي مدرب منتخب المغرب طبعا طبيعي جدا طيب فين أفضل لاعب يا شباب أحطوليش أفضل لاعب طيب أفضل لاعب طبعا فيكتور أوسمان فيكتور أوسمان النهاردة النجيري المهاجم نابولي الإيطالي هو أفضل لاعب في القارة الأفريقية بعد منفسة مع محمد صلاح وأشرف حاكمي وين نقف بقى لحظة لشانا النهاردة بصوا أنا جوائز الكاف دي بقيت تتعبني بلا معايير حد فيكو يعرف المعايير بتاعت جوائز الكاف دي أول حاجة أول تعليق أهو حد فيكو يعرف المعايير بتاعت الجوائز الكاف للأفضل هل هي معلنة؟ هل هي منشورة؟ هل الكاف أصلا أعلنة النهاردة أو أعلنة قبل كده؟ مفيش معايير واضحة يعني جايز فرانس فوتبول مثلا الأفضل لها في العالم ليها معايير عارفينها قبل ما قولك الجايزة قولك المعايير اللي اختاروا على الأساس جايزة سباست بتاعت فيه ليها معايير جايزة أفضل لعب في أسيا ليها معايير ليه أفضل لعب في أفريقيا ملهاش معايير يعني أنا عارف انت اخترت إزاي وبما إنها ملهاش معايير وبما إنها ملهاش معايير فليه فيكتور أسمان هتقول لي هو فيكتور أسمان ده مهاجم اللعب بوحش يعني هقولك لأ ده واحد من أفضل ثلاث مهاجمين في العالم ده هدف نابلي وجوكات نابلي للدول الإيطالي وهدف الدول الإيطالي حاجة عظيمة جدا مفيش يعني مش بقولك ان هو مهاجم سيء او لعب سيء بس ببقى اني مفياش معايير واضحة تمام والله وحاول تجنب شوية فكرة ان انت مصري زي تمام وفكر كده لو سألت اي شخص في العالم في القرى الافريقية وخارج القرى الافريقية في كل مكان في العالم وسألته ببساطة مين في رأيك افضل لاعب افريقية اول واحد هيجي في باله لازم محمد صلاح مية في المية في لعيبة افريقية كويس زي اوسمان وزي اشرف حكيمي وزي رياض محرز اللي برضو حكاية وقت سلسية مش موجود اصلا وقت سلسية مع مانشستر سيتي وزي سفيان امرابط في لعيبة كتير ممكن اعددهم لك لعيبة كتير في افريقية كويسين بس لما هقول لك مين افضل لاعب افريقية في العصر الحالي العصر مش السنة العصر كله مين بتقول لي محمد صلاح نسأل نسألوا لو حتى حد من المغرب من الجزائر حد شايفت اي حد ممكن يسمع الكلمتين دول سألوه اي حد قوله مين افضل لاعب افريقية دلوقتي يقولك محمد صلاح طيب ده واحد اثنين لو ما فيش معايير فمحمد صلاح على المستوى الفردي فهو افضل اللاعبين اللي موجودين في كل الافريقية السنة اللي فاتت ارقام خزعبلية الراجل مشارك في واحد وخمسين مباراة ميساهم في سبعة واربئين هدف سواء بالتسجيلة او بالصناعية تقريبا هدف كل المباراة ارقام مش طبيعية ارقام كتير كسارها في ايه فاقوى دوري في العالم اللي هو الدوري الانجليزي درقام الفردي على المستوى الجماعية ليفربورم حقا الشيء منتخب مصر لم يحقق شيء مفهوم بس لو على المستوى الفردي لو بتكلم عن اللاعب الواحده فمحمد صلاح اللاعب الواحده عظيم طيب حط دي كمان على جنب باي منطق باي منطق للكاف ودي حاجة تدين الكاف تدين الكاف وعدين اللي موجودين في كاف دول لعسوره قدام باي منطق محمد صلاح اللي من الفين وستاشر بيطلع نار من بقه بيعمل تاريخ مش طبيعي بيكسر كل الأرقام الكلاسية ياخد مرتين فقط أفضل لعب في الكارة مرتين فقط يا توري واخدها اربعة سامو لقيت واخدها اربعة مرتين بس محمد صلاح واخد أفضل لعب في الكارة الأفريقية عيب على الكاف يعني الجايزة هنا لما محمد صلاح ياخدها تتشريف للكاف أكثر من محمد صلاح كمان ازاي يعني مرتين بس حق في منتهى الغرابة مش طبيعي يعني ما ينفعش طيب حاجة كمان هل الكاف وصل بي الحال وصل بي الحال فقر الحال ان اللي يروح الحفلة هو اللي بياخد الجايزة يعني نهاردة فيكتور أسمن هو اللي في الحفلة اتخذ الجايزة ولا هي متسربة قبل ما فيكتور أسمن يسافر طيب هل منطقي الكاف الاتحاد الأفريقية كورة القدم تاني أهم اتحاد بعد الاتحاد الأوروبي المفروض يعني واللي عنده أهم لعيبة في العالم لعيبة الأفريقية دول من أهم اللعيبة اللي في العالم جايزة أفضل حرس مرمى لم يحضر أحد لم يحضر أحد لا ياسين بونو ولا محمد الشناوي ولا أونانا مفيش حد موجود طيب جايزة أفضل لاعب أصلا بشكل عام تمام مفيش غير فيكتور أسمن جايزة أفضل لاعب محلي مفيش جايزة أفضل مدير فني فقط وليد الريكراكي وقال يوسي سي وعد بقى على بقى الجوائز كله كده مفيش ناس بتحضر الحفلة مفيش ناس بتحضر الحفلة تحفلت حفلتك بلا قيمة كبيرة طيب الكاف الذي يشكو دائما من فكرة فكر الحال فعل في الأمور المالية أن أنت عندك ضائقة مالية طول الوقت تمام الحفلات دي اللي ممكن تجيب لك فلوس بالكوم تمتخيل النهاردة مثلا مثلا يعني لو حفل الكاف دوت موجود فيه فيكتور أسمن وفي محمد صلاح وفي رياض محرز وفي أشرف حكيمي وفي سفان مرابط وفي كل نجوم الكارة دول وفي محمد الشناوي في برستاوي في كل الناس دي هيجيلوا كام راعي للحفل هيجيب فلوس قد إيه واضحا اللي بيديروا الكاف بيديروها غلط طيب تسيق بقى محمد صلاح حطوا على جنب وأنا قلت الكامدن برحب بس هكراره تاني النهاردة بس لحشان من رفزاني من رفزاني قلة المنطق يعني مارسي القولر المدير الفني للنادي الأعلي اللي خات خمس بطولات السنة اللي فاتت خمس بطولات مش موجود في قائمة مختصرة لأفضل مدير فني في الكرة الأفريقية بقى أي منطق بقى أي منطق انت حطيت وليد الركراج ماشي طبعا ربع العالم يعني طبعا حطيت مدرب السنغال ماشي مدرب كبير ورائع جدا وصلت بسنغال اللي كس العالم كس المرافقية خدا ماشي منطقي برضو التالت مع كامل احتراملي اللي هو له سبيه رائع جدا كابتن عبدالحاب بن شيخة سبيه رائع ومميز ومدرب كبير من أفضل مدربية العرب مفيش خلاف بس لما تيجي تكرنه بالإنجازات اللي عملها مارسي القولر المسلم اللي فات لا طبعا مارسي القولر المتفاوض جدا 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 ازاي طيب انت وكد عبدالحاب بن شيخة مدير فني اتحاد العاصمة ومش حاجة تتحاد العاصمة في جائزة أفضل نادي وقعت الأل في أفضل نادي بس مش حاجة تمرسي القولر في أفضل مدرب تحسبها ازاي هتقولي بقى التشكيلة بتاعت الأفضل عشان تعرف الكاف ووصل لحد فين ووصل لحد فين حطيت لك مين بقى في حراس المرمى يعني انت اخترت ياسين بونو أفضل حارس في القولر وافريكية 2023 فطبيعي اللي حباصس كده ألاقي ياسين بونو في التشكيلة المثالية صح كده ولا أنا بتخيل حاجات غلط قال لك لا ياسين بونو خط جايزة خلاص بقى ندي الونانا جايزة ما تديه لشناوي ده ونانا عامل كوارس في منشستر الونايت ماشي الكاميروني أندريا أونانا في حراس المرمى وخط الدفاع أشرف حكيمي وسنغالي كاليدو كوليبالي والكنغولي شانسيل مبيبا من مارساليا خط الوسط توماس بارتي محمد كدوس فرانك زامبو وسفيان مرابط خط الهجوم محمد صلاح وساد يوماني وفكتور أوسمين بيصالح بقى إيه صلاح وبيصالح سفيان مرابط والغريب برضو نوعا مش حاطت كمان رياض محرس في التشكيلة دي يعني رياض محرس ولا ساد يوماني ساد يوماني اللي هو يعني لعم نص موسم الموسم اللي فات غريبة جد غريبة جد بص كل حاجة بجوائز الكاف تفتح بقى كده وتقول حاجة دي الجوائز الوحيدة اللي ممكن تعديها وتقول سليمة مية في المية انه وليد الكراكي مثلا افضل مدير فاني مش هنختلف ان ياسين بونو افضل حاجة وغير من محمد الشناوي كان في المنافسة بس حظ محمد الشناوي وحش جدا انه لو كان بينفسه السنادي ياسين بونو اللي هو ربع العالم واخد يوروبا ليه مع عشبلاية فالموضوع في منطقة الصعوبة فماشي مفهومة منطقية ايه تاني بقى ايه جوائز ثانيا للمنطقية في النادي الاهلي افضل نادي طبعا ماشي بيرستاو افضل لا ماشي بس الاساس اللي هو افضل لعب في الكرة اهم جايزة يعني لا لا مش طبيعية مش طبيعية خالص بصراحة برضو عشبفتكرش ان انا بقولك ان فيكتور قسمن ده لعب وحش اللعب عظيم جدا ده كلها انديت العالم نفسها بس تاخد فيكتور قسمن واحد من اهم ثلاث مهاجمين في العالم مفيش خلاف بس المعايير مضروبة بالنار في الكاب بصراحة خالص هنروح لاخبارنا والنادي الاهلي النهاردة وصل بسلامة الله الى السعودية استعدادا للمشاركة فيه بطولة كأس العالم للاندية جاز الفني قرر انه يصطحب كل لعبي الفريق حتى اللي خارج القائمة باستثناء السنائي احمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو بسبب الاصابة عندي الخبر ده من اسبوع بعد ما النادي الاهلي اعلن القائمة وقال لي انه كل اللعيبة حتى المستبعد هتبقى موجودة مع النادي الاهلي في السعودية شيء بالشيء يسكر يعني طيب قائمة النادي الاهلي الرسمية لكأس العالم الاندية الفين تلاتة وعشرين تعالى رجعها مرة اخرى محمد الشناوي في حراسة المرمى مصطفى شبير مع حمزة علاء ايضا في حراسة المرمى خط الدفاع في خالد عبد الفتاح ورام الربيع وياسر إبراهيم وآكرم توفيق مع علي معلول ومحمد عبد المنى ومحمد ياني وكريم الدبيس وسط الملعب فيه كريم فؤاد وإحمد نبيل كوكا ومران عطايا وحسين الشحات وقال لي دينج وعمل السلاية ومحمد مجدي أفشا وإمام عشور وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم السلاسي محمود كهرباء وانطوني مودست وبرستاو شاف المصممين يحطوا برستاو في الهجوم وإن كان يعني الراجل ما بيلعبش برستاو أبدا فيه الهجوم دي القائمة اللي جاي من نادي الأهلي بس برستاو ما بتحطش في الهجوم في طريقة مرس الكورر أبدا بيحط ممكن طاهر محمد طاهر لكن ما بيحطش برستاو زي ما كان بسو مسلماني بيعمل مرس الكورر بالمناسبة هيبقى موجود في مباراة الاتحاد وأوك لند في أرض الملعب من المدرجات عشان يشاهد المباراة المباراة إن شاء الله غدا الساعة الثامنة مساء الفائز من المباراة سيواجه النادي الأهلي في المباراة القادمة يوم الجمعة إن شاء الله الساعة الثامنة مساء مرس الكورر وجهاز المعاون هيكونوا موجودين في هذه المواجهة طيب في بعض الأصوات اللي بتطلع اللي هي إيه بتاعت إنه الكورة ملهاش كبير والكورة ملهاش منطق وهم تسعين دقيقة والأفضل هو اللي هيفوز فناز كده عما تقول لي إيه أنا حاس إنه أكلندي اللي هيكسب الاتحاد أنا حاس إنه أكلندي هيكسب الاتحاد أنا بصراحة بكل المقاييس دي اللي هو المقاييس منطقية وطبعية اللي بيقولوها يعني وصحيحة يعني مش خاطئة بس كل المقاييس يعني متحدة هيكسب تصور يعني متحدة هيكسب أكلن بعيد قوي عندنا نnam zorعيل نيوزلاندي اصلا لا عنده حتاجات قوية ولا بيلاع مباريات كبيرة ولا حاجة هو بس عشان من نيوزلاندي بيجي في كاسة عامل عندها كل موسم ولكن دي اتحاد هيكسب 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 تصوكه ريه يعني عشان برضو رب العالم بكل شيء بس المنطق والرغبة والبلد والارض والجمهور وكل حاجة بتقول دي اتحاد طبيعي هيكسب اوكلاند سيدي ماشي احمد عبدالقادر تأكدت خلاص اصابته بمزق فيه العضلة الخلفية وهيغيب عن تدريبات الفريق لمدة اربع الى ستة اسابيع وبالتالي مش هيشارك مع الفريق في بطولة السوبة المصر بالامارات اللي هتبقى بعد كأس العالم للاندية في نفس الوقت محمد ضو كريستو اصيب هو الاخر بمزق فيه الخلفية ولكن هيغيب اربع عشر ايام فقط طولي الفرق من ديوم دي اقول لك كل اصابة عضلية ولها مدد غيام معينة لا حجم يعني حجم حجم الاصابة عاملة طيب هتقول لك مع اللقطة دي عشان دي اللقطة كمعير علوا الصوت ده جمهور النادي الاهلي بيستقبل بعثة النادي الاهلي عند فندوق الاقامة كالعادة يعني جمهور النادي اهلي في كل مكان بيستقبل واقف وبيساند وبيدعم ان شاء الله الحلو ان البطولة في السعودية بإذن الله نشوف جماعير كتير للنادي الاهلي في هذه المواجهة قد تلعب مباراة في دولة عربية بتحس دايما انك بتلعبها في بلدك جمهور كتير مصريين كتير في كل الدول العربية جماعير كتير للنادي الاهلي في كل مكان فان شاء الله بإذن الله الاهلي ياخد الدعم الجماعيري اللائق وحن تأكدين من ده المهم ان رأيك النادي الاهلي تبقى في أرض الملعب تستحق هذه المساندة العظومة جدا من جماعير النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله طيب كنت لسه بتكلم معاكم عن أحمد عبداليادر وإصابة أحمد عبداليادر أحمد عبداليادر في الوقت الحالي بيبحث مع وكيله بعض العروض العربية والأوروبية علشان يجاهزها للنادي الأهلي أو يقدمها للنادي الأهلي بعد العودة من كأس العالم للعندية عبدالقادر خلاص واخد قراره بالرحيل في يناير بعد خروجه من حسابات مارس الكولر وعبدالقادر هيقدم العروض للإدارة بعد عودة الفريق مباشرة إلى القاهرة إن شاء الله خسار أحمد عبدالقادر كل ما أعرى خبر للأحمد عبدالقادر بقول عليه خسارة موهبة عظيمة جدا فيه لعيبة كده بترسي بتصعب عليك لو بس يركز ويهدى عارفيني هذا دي اللي هو إيه؟ يا عم تخيل لو أنا تكلمت معنا بقية دلوقتي هل يمت عصب جدا وبيقول لي كلام ممكن يبقى عنده بعض الحق فيه صح؟ ممكن يقول لك والله أنا ما خدش فرصة أو المدرم مش عارفين كل واحد بيبقى عنده دفعات ويعطي بس لو الدفعات دي انتهديت خدت نفسك كده وقلت إيه لأ أنا هركز في اللعب حتى لو أنا مظلوم شوية حتى لو حد جاي عليا شوية وركزت شوية هترجع تاني تكسر الدنيا بس في اللعبة بتروح منها بسرعة بتروح منها بسبب العصبية لو فجأة خلاص لا أنا مش هلعب مش عاجبني الأداء هنا مش عاجبني المدرب ده يا سيدي يزبر انت مهوب لا ما مش عاجبني بسرعة يعني ماشي النادي الأهلي في الوقت الحالي بدأ يتابع المهاجم الكنغولي سيزار اللوبي ده هو محترف فيه نادي داليان البروفيشنال اللي بيلعب فيه دوري الدرجة الأولى الصيني بعد ترشيحه من الوكلاء لعب اللي اسمه منزوكي بلعب مع منتخب الكنغو الديموقراطية ثلاث مباريات منتخب الكنغو الديموقراطية للشباب لعب معهم ثلاث مباريات بعد كده قرر تمثيل منتخب جمهورية أفراقيا الوسطى للكبار عشان يشارك معهم في خمس مباريات حتى الآن كولر يتابع اللعب تحسبا لقرار من الإدارة برحيل أنتوني مودست بعد كأس العالم للأندي اللعب الكنغولي عنده 27 سنة طويل القامة تقريبا عنده يعني 189 سنتي يعتبر طويل يعني كمت السوقية تصل لنحو 400 ألف يورو لعب مع فريق الصيني هذا العام 27 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدف وحيد ولعب قبل كده النادي في تاكلوب الكنغولي ماشي ماشي أنا أعتقد الأهلي اللي جاي المواجب اللي جاي ما ينفعش يطلع مش كويس ما ينفعش يطلع وحش ما ينفعش في التجربة لازم بيبقى كويس بشكده الأهلي محتاج يعمل مجهود كبير جدا في البحث عن مواجب جيد بس يبقى متأكد واجه أنه يبقى جيد أحيانا في الكورة ما فيش كده بالمناسبة يعني انت ممكن تكون جايب لعيب جيد جدا زي مودست بالمناسبة مودست يا طبعا لعيب كبير لعيب كبير جدا يعني في أوروبا في الدول الألماني بس يوم خلص ما نفعش ما عملش حاجة المرة الجاية لا لازم تكون متأكد أنه يعمل حاجة مش عارف إزاي بس لازم عشان الأهلي عمالة كل شيء كل ما يجيب مهاجم ما بيجيبش معاه بصراحة يعني طيب مجلس دار التحدى الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام قرر إحالة مذكرة النادي الأهلي ضد لجوء نادي ببيرامدز على لعيب المغرب محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة الشيبي مع حسين الشحات إلى الشؤون القانونية وذلك لدراسة الأمر وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني تبقى للأحتية الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لقراطة القدم هقولك حاجة من الآخر من الآخر يعني أي حد مش بكلم على القصة دي تحديدا لشيبي ولا حسين الشحات أحد يخرج برأ إطار أرض الملعب في أي مشكلة ويساعدع في حيطة تانية أنا ما أحبش ما أحترمش ما يعجبنيش في الموضوع بتاع الشيبي وحسين الشحات ده كيبير زيادة عن اللازم قوي يعني حسين الشحات وقت اللقطة الشيبي دي غلط غلط كبير جدا وكلنا يقولني هنا أنه حسين الشحات عمل جرمه خطأ كبير جدا والأهل نفسه عاقب حسين الشحات هذا الكورة عاقب حسين الشحات بس هو ده الإطار يعني أي لعب يتجاوز لعب آخر في إطار الملعب يتعاقب ونلومه وننتقده بس مش هلو أحارف عليه قضية يعني موضوع كبير أوش أو يعني أبلغ عنه يعني فهم اللي هو لعيب بتخلي معي في أرض الملعب ده كان ينهر بيض ده في دوري دور الأرجنتيني ده لو حدد فيكو تابع الدور الأرجنتيني تمام ده كده إسام الشرطة عندهم مش هتفضى من لعيبة الكورة ليه بقى هما بيموتوا بعض حرفين في أرض الملعب سواء بقى والحاكم مسافر المباراة شغالة ولا بعد المباراة ولا قبل المباراة تقطيع وضرب وتكسير وكل حاجة وكانش حد كانش الدريبة صعبة جدا يعني فما ينفعش تخرج بره أرض الملعب الحكاية ما تخرجش بره أرض الملعب والمنظور الرياضي منها حتى لو فيه تجاوز يتحاسب من تجاوز ده في كسة حسين شحة وشيبه وأي كسة أخرى نهار ده أحمد فتوح زي ماند حقاكم ومحمد صبح ومصطفى الزنار انتزموا في تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة إيقافهم بالمناسبة النهار ده كمان محمود حمد الوينش كان موجود فيه التدريبات أكتر لاعب الزمالك افتقدوا الشهور اللي فاتت دي أكتر لاعب محمود حمد الوينش صفته لاعب رائع جدا وصفته لاعب عنده شخصية كبيرة جدا التلاتة هيلعبوا بقى في الفترة اللي جاية ولا الله أعلم الله أعلم ممكن عفوا فتوح يلعب ممكن الزنار يلعب ممكن محمود صبح يلعب ده حسب رغبة الجهاز الفني النادي الزمالك ولكن اللي تقلنا من إضافة نادي الزمالك إن حتى هذه اللحظة القرار ساري قرار عرضهم التلاتة لقلبها بالمناسبة مرهان حمدي شي بشي أسكر يعني مرهان حمدي تم إبلاغه النهار ده كمان بالانتظام في تدريبات النادي المصري بعد انتهاء فترة إقافه ولكن المصري برضو عرض مرهان حمدي للبيع طب هتقول لي هو اللي بيخلهم ينتظموا في التدريبات قد منتك هكذا مصوم على بيعه والإقاف خلص عشان لو فضل اللاعب موقوف إلى مدى نهاية إلى مدى نهاية يعني من حقه يشكو النادي للاتحاد الدولة كرة قدم والنادي دوت بيمنعني نلعب كرة قدم والاتحاد الدولة يميل للعفة انت شترك معي في التدريبات انا بقى شاركك في المباريات ولا لا ده انا حر انا حر انا ممكن يخلوه شارك في التدريبات بس ما لعبش ابدا اي مطشاط بس لازم شارك في التدريبات طيب نهار ده المنتخب الأولمبي في موقف رائع جدا تبرع بمبلغ بالي كبير جدا لدعم الأشقاء في غزة وذلك من خلال صندوق حياة كريمة قدم شيك التبرع اليوم كابتن محمود حرب المدير الإداري للمنتخب وساهم في المبلغ ده كل افراد المنتخب الأولمبي بالجهاز الفاني والإداري والطبي والإعلامي واللعبين ومسؤولي المهمات شيء رائع جدا وموقف عظيم جدا من المنتخب الأولمبي استحق التحية واستحق نحن نقول هذا الخبر كمان كابتن محمد إبراهيم حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي هيكون ديفي بعد الفاصل كلام مهم معاه إنجازات عظيمة للنادي الأهلي في أخيرها بطولة السوبر طبعا خليكم معانا يسموني موسيقى 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 أ ركب العربية âce موسيقى موسيقى بدأت إزاي معاك القصة دي؟ أولاً أصلاً موضوع أنه أنا عب كرة يد و أجيب معاك بالصدفة يعني أنا كان فيه زمان في الوقت بتاع المدارس الزمان إنه هو كان فيه أندية بتنزل تختار اللعيبة من المدارس وطبعاً هم أجوموا عندي المدرسة أو كده وشافوني طويل بقى وكده فهو ساعتها كان في نادي الترسنة الموضوع ده أنا بدأت فيه فأنا بدأت لعب هندبول من هنا وأول ما بدأت أنا مكنتش حارس مارما كنت لعب عادي في الفريق كنت باكلفت أول ثلاث شهور تقريباً بدأت باكلفت وقفت حارس مارما برضو بالصدفة كان اللجوان غابوا في اليوم ده كلهم فريق كان عايز يلعب تقريباً تأسيمة أو حاجة كده ودفعه هجوم فكت أنا جدد واحد في الفرقة يعتبر شوية فوقفت جون بقى أه لو أخش انت أخفت أه خش بقى أفجون بقى خلاص كنت لسه بتعلم يعطب أعرف أنك بعمله فيه أحنا صغارين سبحانه بقى أفجون بقى أقول لسه كنت معنا خش أفجون لسه بقى بتعلم جديد فدخلت بقى وقفت لقيت أصلاً كرتين جون فيها لسه معرفش أي حاجة قالوا لي بس انت تبقى جون الفرقة بقى خلاص بقى تاديب بقى ساعت أتمرن بقى خلاص حيلوها سبحان الله وكنت بدأ في الترسانة بعد كده أنا بدأت في الترسانة بعد ثلاث سنين بعد كده انت قالت النادي الجزيرة ده قضيت فيه أكتر وقت بقى في الهندبول حوالي 14 سنة بعد كده 14 سنة مشيت في نادي الجزيرة تعريباً 2016 رحت لمدة موسم في نادي 6 أكتوبر ومنه طلعت على نادي الجيش من الجيش بقى طلعت على نادي المعادي سنتين لفت لف حيلوها ومن المعادي بقى سفرت برا وتبقى لعفلت شيك برا اخترافت ورجعت على الأهلي بقى بقى لي 21 سنة بقى كرة يد واحد وتلاتين سنة بالنسبة للجوان لسة لا لسة على المشوار دوت مشوار واحد كبير انت لست زغير يعني على المشوار دوت ما هي عشان خاطر الموضوع كان لي علاقة شوية بس ان هي خطوات انا كنت باخدها عمتاً في حياتي يعني كل انتقلية كان بيبقى لي غرض معين ان انا اوصل بقى المكان مثلاً لانا فيه دلوقتي عجبني القصة يا قبل ما نتكلم على الصورة كنت ندع الصورة على طول بس لما جالك بقى عرض النادي لأهلي جالك امتى وازاي وحصل ايه يعني التفاصيل وانا كنت سفرت في الاول حاجة احترفت في التشيك من خطر من المعادي يعني روحت على تشيك وكده هناك انا كنت مكرر ان انا هكرر يعني عايز اكمل بقى بره وكده بس طبعاً انا بالنسبة للأهلي يعني انا منه انا صغير اصلاً يعني اهلاوي اهلاوي شديد شوية يعني انا واهلي عمتاً يعني اهلاوي شديد ولا اهلاوي عشان براع في الاهلي لا لا شديد انا اصرتي اصلاً كل اهلاوي انا اهلاوي اصلاً من اوانا صغير يعني حتى عليها صور كتير انا بروح للمطشاط وانا صغير مع الجمهور بقى وكتبه روح لوحدي وانا صغير كرة اليد لما الجمهور ابتدى يروح وانا باعلعب اصلاً كرة يد كان في وقت ملوك كده بعد الكرة حصل فيها مشاكل شوية وجمهور ما بقاش يروح مطشاط الكرة فابتجه شوية للكرة اليد والعاب الصلاة وكده فانا عادة كان بيبقى مثلاً تمريني كنت ساعتها في وقت ده في نادي الجزيرة بيبقى قبل مطشاط الاهلي في اللي هي في الصالة بتاعت الاهلي وكده الجمهور بيحضر كنت بخلص تمرين بتاعي وكنت بروح مطشاط الاهلي اصلاً تخلص سمينك مع الجزيرة وكتبه تتفرق كم مشجع للمطشاط الاهلي اه دي حقيقة كنت بروح بقى فوسط كانت صاحب اللي في الفرقة بقى عارفينه كده بس يعني ما كانتش ناس كتير عارفة النادي هيزعل شويةين بس وما كلهم كانوا عارفين يعني يوم من طول عمري في الفقاية النادي بلعب فيه الناس كله عارفة ان انا اهلاوي تعالا بقى نروح للسوبر السوبر وقبليه كان مباراة في الدولي مع الزمالك الاتنين ودايماً هي كرت اليادة في مصر اهلي وزمالك زي كرت القدم شوكية طبعاً فيه بعض الفرقة المحتربة ولكن اقوى في الاتنين دايماً بتنفسهم الاهلي والزمالك ماتش دوري تكسبه على الحروكروك ماتش سوبر تكسبه على الحروكروك ورغم ان انت في الماتشين كنت تقريباً لكن معظم فترات المباراة وده السؤال الجمهور بيسأله بصراحة انت ليه قدام انت راكب الماتش وليه افضل دايماً كنت بتسيب بالزمالك قريب منك دايماً ماتشاط الاهلي والزمالك عمتاً يعني مهما كان فيه حتى الناس تقول فيه فرقة فهيئة الفترة دي فيه لا مستوى الفرقة دي احسن تيجي في ماتشاط الاهلي والزمالك الموضوع بيبقى متقارب يعني حتى في فترة كان الزمالك كسب فيها كذا مرة الاهلي الزمالك كان فارق مثلاً جوان كتير الاهلي برضو بيحصل نفس الكلام بيجيب الاسكور دوت وبيتعدل معاه هو الموضوع كله ببقى انه هو يعني هو برضو الموتيفيشن في الماتشاط دي ببقى مختلف شوية لعبة الاهلي والزمالك يعني انت بتنزل الماتش ديربي الماتش دالب ببقى ليه طابع خاص يعني ببقى صعبة وان الماتش ده يخلص بسكور كبير يعني بقى فيه غير جمهور اللعبة بينها وبين بعض يعني هو القعب مثلاً ما بيلاقي الفرق وسع فهو بالنسبة له ان انا العب مثلاً قدام الاهلي والزمالك ويكون مغلوب الفرق ده بقى دي حاجة مش حلوة يعني بالنسبة الاهلي والزمالك وكده دي حاجة مش حلوة فهو الوافع بتاعاته بتبقى ازياد في الوقت ده شوية فهو الموضوع بيجي من هنا شوية يعني هو ماتشاط الاهلي والزمالك قليل قوي يعني لما تلاقيه بتخلص فرق اكتر من اثنين مساة ولا تلاتة ولا حاجة دايماً فيه هتلاقي الموضوع دايماً قريب حتى لو فرق احسن من فرقها الموضوع برضو الحماس والحاجات دي بتفرق شوية تحديداً كان ماشي جول بجول يعني هنا جول هلا جول ساعات الاهلي كان يفرق بجولين بس جول وجول الزمالك تعادل مرة واحدة في الشوت التاني ايه هي اللحظة اللي انت حسيت فيها ان الموضوع ممكن يهرب لا ما حسيتش يعني كنا عندي يقين ان احنا حتى اما الزمالك رجع في السكور وكده ان احنا هنكسها بياه احنا كنا مستعدين الموضوع ده كويس جداً احنا كنا قبليها خرجنا قبليها اسبوع من يعني احنا كسبنا ماشي الزمالك في الدوري خرجنا من الكاس من البنك الاهلي كانت مفاجأة طيال نحن نخرج من دور السستاشر بعد كده جينا ماشي الزمالك السوبر وما فيش مجال مجال اصل للخسارة يعني احنا عايزين نعوض طبعاً خسارة يعني عايزين نعوض الموضوع ده ده كان دفع كبير لينا برده ودفع كبير ان انت لازم تفرض سيطرة على الكرة اليدة حالياً في مصر الاهلي عايزين نكمل نجاحات الموسم اللي فات فخاطر لو خسرنا البطولة دي كان اكدنا بنرجع خطوات وراء طيب الزمالك او قبل ما اروح بشكل عام بس في مبارات السوبر دي تحديك كان ليك تصدي خطير جداً مع نهاية المباكر الزمالك اتعادل بيه ويخش تاني والموضايق تصدي ده وحكايته يعني واللحظة دي اللحظة دي صعبة جداً انا حسيت فيها انه لعيب تلاقي كانت بدل تخش في مرحلة توطر ما مع الضغط الجامعيلي طبعاً ففيه توطر ما انت فوقت الفرقة تاني بشرة الحمد لله طبعاً والماطش دي يعني انا طه عبد الرحمن طبعا ده الماطش وكان ماشي بشكل كويس جداً طول الماطش لحد ده ما خرج يعني انا خرج في اخر 8 دقايق وانا نزلت يعني انا على قد ما اقدر يعني هو برضه استلامت الضغط كله اه بعدها بقول لي مدرب اللجوان انت خرج نزلتني في اخر 8 دقايق رميتني في النار بس هو ده ورد نوع يحصل يعني انت كده كده الجنب الذات لازم بعنده ثبات انفعالة لحد اخر ثانية في الماطش وخلاص انت مطلوب منك دور بتعمله انا انا ما لعبتش مثلاً في الماطش ده كتير بس انا نزلت في اخر 8 دقايق فهو ده الدور بقى بتاعي في الماطش مينفعش ان انا انزل مش مركز مينفعش ان انا انزل خايف هيبقى خلاص كل حاجة ممكن تروح صح فعلى قد ما اقدر حاولت ان انا اكون مركز وكده اه انا في العادي في الملعب عمتاً يعني ها اتصور ان المدرب مثلا بيبقى فاهم الشخصيات اللي عنده اه 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 لو نزلت فاعدت مش يعني عادي ده حقيقة اهو عمل نفسك موضوع معايا في ماطش الخليجي السعودي في كاس العالم الاندية برضو اللي هو المركز الخامس والسادس انا بدأ لعبت شوت له واللعبت حلو الحمدلله وطه بلعبت شوت التاني مكنتش مفى فأولا نزلت فرضه في أخر ربع الساعة وكنا مغلوبين والحمد لله صديت حوالي أربع كورة ولا حاجة جيبنا للسكور تعادلوا معنا ولعبنا ضرورة جزاء وكسبنا فهو دايما يعني هو أنا عمتا شخصية أعقل شوية يعني في فكرة متاخدة على اللجوان اللجوان مجانيم شوية لا لا بقولك حاجة سلامة 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 خليتني بقى فضفض معاك أنا دايما بفرج على كورة اليد بقولك يا معا أنا أعتقد أن أصعب شغلانا في العالم شغلانا يتحالس ماربة كورة اليد أنا طول الوقت بيتدرب عليك وراتك تاك 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 وبحتاج طول الوقت ما عندي رد فعلا عظيم جدا فدي فعلا شغلانا محتاجة مش بروية أعصاب أنت محتاج تبقى تلج دي حقيقة وبعدين هو الجون أصلا دايما هو آخر خط تدفع كل الغلاطات بتاعت الجنب البان فهو أكتر واحد بياخد انتقاد ده وكتير حالس الكورة مثلا ممكن يجيله كورتين 3-4-5 في المباراة حالس كورة القدم يعني انت ماشاء الله تاك 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 وانت مفروض تبقى متعلق طول الوقت ومفروض تبقى مركز جدا طول الوقت اه بالزابط ده حاولت بقى عمله الصراحة لمنزل يعني العلد ما قدر يعني ده الدور بتاعي في 8 دي لازم أقديه يعني وساعت فرقتي فيه والحمد لله ربنا كرامني يعني بالكورة اللي تصدتها دي كانت في وقت مهم يعني طيب ايه اللي حصل بقى؟ ضروري يفهم يعني ايه اللي حصل في مبرات البنك الاهلي؟ والله والبنك الاهلي والمطش كان غريب شوي يعني احنا خلصنا مطش الزمالك وكنا كسبنين وكده اللي في الدوري اه اه ادى انا ما كانش احسن حاجة في المطش بس كسبنا يعني الحمد لله قبل ما نروح لمطش البنك الاهلي حضرنا له كويس وكل كل كلامنا يعني وكلام المدرب معنا وكده انها فرقة كويسة لازم ما وفعش استهتار بالمطش ده والفرقة دي فرقة يعني بالفرقة ده الموجودة دلوقتي الجام ده في الدور يعني فلازم المطش ده ان شاء الله ان احنا لازم نكسبه كده بس هو اليوم ده كان باد لك غريب يعني انا ما سافرتش اصلا مع الفرقة اليوم ده في اسكندرية كنت مش في قائمة المطش ده يعني بس انا كنت متابعة على طول كان فيه يعني ديقف في اللعبة كتير اوي في المطش ده يعني بنك الاهلي فرق علينا خمس خمس اهداف اولو حاجة واحنا جيبنا الاسكور وفرق تاني وجيبنا الاسكور تاني وعلينا واحد اتنين وتعادلوا معانا فاول فكرة ان المباراة جات بعد درفوز على الزمالك على طول كانت انتوا في مرحلة اللي هو ايه انا خلال انا وصلت للاقصى حاجة في مباراة الزمالك فباه ده القرب بين المباراةين هو اللي كنت هادين شوية يعني هو مشهور الحافز ما كانش عالي كان احساس ان هو كان فيه ممكن قال حماس ما ما كانش اعلى حاجة مثلا في المراد بس كان فيه برضو عدم توفيق كبير اوي عشان دي في الاول فاخر ده كاس فلازم كنا نكسب لما تساطي الكاس ده هو مطش واحد وبتخرج واحنا كنا عايزين طبعا ان احنا نجمع بين الدوري والكاس برضو الموسم ده انت المدارب الحراسي اللي معك كروية مظبوط ايه الفرق بقى بينه بين اي مدارب مصر اشتغلت معك ده اللي بيفرق في المدارب حراس اجنابي هو المدارب حراس اجنابي المدرسة عمطة الاوروبية هي مختلفة شوية يعني المدرسة الاوروبية بيعلمك التكنيك نفسه والحاجات فنيات يعني تبقى شبه مثلا بتعملها زي اللجوان اللي احنا بنشوفها براه في اوروبا هو اصلا كان لعيب كبير جدا يعني اللعب في برشلونة ومومبيليا وكان واخد مدلتين دهب مع كرواتيا في الاولمبيات فهو اصلا كان لعيب كبير اوي وكمدرب هو مدرب يعني تقريبا من احسن مدربين في العالم يعني بقى له فترة كمان وحاليا وكده ممتاز فهو بيشتغل مع الجن على كذا اتجاه اتجاه الفني واتجاه البدني واتجاه النفسي وهو شاطر جدا يعني في التلاتة وهو فرق معنا جدا بصراحة يعني هو يطور اي جن يطور يتمر معاه يعني هو لازم يتطور لازم اه فرق المدير الفني فرق معاك وقدي ايه في الفرق ده طبعا هو فرق كتير يعني السيستم بتاعه اللي حطه سيستم مختلف وكده والتعامل هو قريدي مش غريب على لعيبها المصرية وكماسك من منتخب مصر قبل كده طبعا فهو عارف طبيعة اللعاب المصر وعارف ازاي تعمل مع اللعاب المصري ويعني هو الانجازات طبعا بتاعته النجاحات العمالية بتتكلم طبعا على الجهاز كله يعني بصراحة يعني فهو اشتغل معنا بسيستم انا بسيستم بتاعه الاسباني يعني بما يناسب برضو اللعاب المصري عايز لك السؤال مهم جدا احنا بكورة اليد الحمد لله يعني لو فيه رياضة في مصر هنا منورة طول الوقت على المستوى العالمي فهي كورتليات دائما وابدا في الالعاب الجماعية يعني لما الاهلي لعب برشلونة في كاس عام الاندية مكدبش عليك يعني انا كنت بتلسم خير قلت لها ليكسب عادي ايه مشكلة يعني برضو على قد فهم يعني بس برضو فيه شوية تفاصيل وحي المتفرج على المباراة كده لا مش عندنا يعني فكرة انه هما لعيبة سابتة نفسيا مش حشيسهم انهما قلقانين مركزين يعني عادينا لعيبة كويسة بس مش بنفس التركيز بتاع لعيبة برشلونة ايه الفرق بيننا وبين الفرق الاوروبية نفس الامر بالنسبة لمنتخب مصر ومنتخبات الاوروبية ايه الفرق الشعرة دي اللي بتفرقنا عنه لا انا شاف الفرق يعني هو فرق كذا حاجة يعني هو فرق اولا خبرات طبعا اللعبة دي خبراتها كبيرة جدا يعني فرق احتكاك احتكاك بتاعهم الاوروبي واحتكاك الدوري بتاعهم مختلف وفرق عمتا بره عمتا في أوروبا يعني التأسيس نفسه اللي عيب منه هو صغير بيفرق جدا في تكوينه يعني احنا في منتخبات الناشئين والشباب هتلاقي مثلا منتخب مصر هتلاقيه رايب جدا منهم ممكن منتخب بنكسب منتخبات أوروبية كتير جدا بنقب بطولات على مستوى العالم فهو بتبقى كافة متقاربة في الوقت ده بعد كده بيحصلهم هما تفارق كبيرة صح السيستم بتاعهم حياتهم مختلفة نظام بتاعهم مختلف خالص الاحتكاكات كمان الاحتكاك سواء دوري أو احتكاك أوروبي الحاجات دي كلها بتفرق يعني هات قيل عيد مصري مثلا حطه في النشأ اللي هما بينشاؤها او هتلاقيه ممكن يعديهم يعني عشان موهبة موجودة بس هو في عوامل كتير قوي يعني بتأثر على الموضوع ده زي مالك كان رايح يتعادل في المبارات الاسوبة الاخيرة ديت كستلو خد الكورة وحب حطها في الجول وحب الناس بتحتفل وخلصت الحكاية معايا نجم عمر خالد كستلو نجم فريق كورة اليد بيه النادي الاعلي عبر الهاتف فلان كابتن عمر مشرفه من نوره الف مليون مبروك بطولة السوبر حبيب يا عبدالكريم والله يبارك فيك ومشرفه من نور بيك ويقول لي حزايا كميحة عامل ايه بيسمان ايه عامل يا كستلو ما نمتش لك كستلوش عندك تبريد الصبح والله عند أبيع تبريد صبح بس ما ينفعش يعرف ان انا همخش عاكم داخلة وانا مصيبة كميحة حبيبك تطلب حبيبك كابتن عمر مباراة كنا لسه كنا لسه بنتكلم على مباراة السوبر مباراة كنت بقول له صعوبتها في انه الزمالك طويل الوقت كان قريب من قالي وان كان قالي كان راكب تقريبا من الديئة الاولى المباراة في النتيجة يعني كان دايما فارق ايه كانت الصعوبات في هذه المواجهة اللي واجهتها في الاخر قدرتوا تفوزوا بيها في الامارات والله طبعا الحمد لله والحاجة مبروك للنادي الاهل على صورة السوبر مبروك للعيبة والتياز الفني والإدارة وجمهور النادي الاهل اللي كان ورانا واحد واحد بشكرهم بشكرهم للدعم دايما اللي هو ما موجودين ورانا واشكر كل واحد كان موجود في الصالح الدعم اللي هو كان موجود ومعبوض فيها مصر يوجد ذلك دايما زي ما حدك عارف كريم انه مصر دايما بمصاعب ملوش توقعات بالزياد عندنا في الهندبول الموضوع زي ما انت عارف منتخب مصر كتير اوه من اهل الزمالك والناس المحترفين طبعا فانت يعتبر منتخب مصر يلعب جوه الملعب المرات لما خدت الماطش قالت احنا جابين منتخب مصر يلعب ماطش السوبر فالماطش دايما بيبقى صعب ما فيش توقعات لماطش اي ماطش اللي قال لزمالك كواف الدوري في السوبر اي ماطش فالماطش كان ماشي تجال بين الفريتين طول الجيم احنا قادرين كنا قادرين نحفز على الاسكور طول الماطش يعني معتقدش مش اللي انا فكر يعني بذكر ان الناس ذلك ما تعدمش عاينا في الماطش فده انا محفزين على النتيجة والاسكور طول المباراة فهو الاخر ديتين زي الطبيعي العادة اللي بيحصل للنوضوع يا اخيها زي فدولت شوية اصارة في الملعب بين انت بتفكت بان واحد زيالك بيروح الزيالك كان معاه كورة في الاخر كانت عادل وضيحها واحنا رحنا جبنا الاسكور واحد انت على طول روح تحطيتها في الجول وخلصت الحكاية وقفلت كل الكتب والقراريس وقلت ايه خلاص يا جبا ما بلاش دوشة بقى انا المطشك سينا خلاص خلاص اي واحد هو الله قرار بتاعك القرار هو القرار هو في ريزك اكتر منه طبعا طبعا ان انا مفروض حتى لو مش هقف بالكورة ممكن اروح اخش بيها جوة عادي صح هلضايق شوية وقت ايه وربنا قررمني فيه بصراحة هو القرار يتاخد مرة واحدة اخدت الكورة رح تشاهدها وشتها فربنا قررمني ان الكورة اخدت جن وخلاص الورت احنا بقى عادنا حالي عشرين ثانية كده خلاص ماتش خلص صح انا متخيل الجهاز الفني والجماهير لو كانت الكورة دي ضاعت مسلا والله عزيزي انا كنت ممكن ما ارجعش ماذا انا متخيل احساسك وشعورك وكابتن محمد اصلا رح انبتها سام دلوقتي اه اه كابتن عمر دايما موفق واحد من احسن لعيبة اللي موجودة في مصر يعني انا بشكرك شكرا جزيه على هذه المدخلة عمر خالد كستيلو لعب الاهل الكورة اليد اصلك انا بفرج على كورة يدي من زمال دايما كان الزمالك له كعب عالي شوية على النادي الاهلش السنين الاخيرة السنتين ثلاثة الاخرى دول لقى هيتحسن جدا وبقى هو اللي بيليد هو الافضل ايه اللي حصل في الاهلي التحسن اللي حصل في الاهلي كمنظومة كورة يد خليته في المكانة دي دلوقتي وطبعا فيه فترة من فترة كبيرة يعني فترة من فترات الزمالك كان معال عيبة طبعا على مستوى عالي جدا وكان عامل نجاحات كبيرة طبعا في كورة اليد الفترة دي الاهلي برضو كان عنده فرحة وكان بيكسب برضو بطولات بس الزمالك في الوقت ده كان عنده لعبة كتير قوي كمان في مشكلة وقائق acontece ah sebagai نقول Lataначali أفضل من زمالك في فترة من فترات الزمالك يكون أفضل من الزمالك في لعبة كتير مشت كبيرة ابتدأ يطلع لعبة صغيرة مع نفس الوقت الزمالك في لعبة كويسة في الفترة دي كان الزمالك برضو يليت شوية عشان خاطر طبعا فيه فرق خبرات وفرق مستوى أنا فاكر الفترة دين كان من 3 سنين أو أكتر شوية وكان الأهل بيطلع فرق لعيبة كتير الشباب وقلت إنه صحيحة الأهل بيخسر دواتي بس الأهل قدامها يبقى جامد جد بالزبط ده حقيقي فهو فضل موضوع كده شوية لحد طبعا بقى يعني هو حتى برضه في الوقت ده كان الأهل ممكن ياخد كاس بطولة أفريقيا وكان في وقت من الأهل سنتين وراء بعض كان قريبا ونهو ياخد بطولة الدوري بيخسر بفرق جنف آخر ثانية مساء ولا حاجة فالموضوع كان ابتدى وهو خلاص إحنا الناس شايفة إن فيه دنيا جاية شوية لحد ده ما جيكا بتنديفيد طبعا وابتدى يشتغل بقى بالسيستم بتاعه وابتدى اللعبة دي خلاص بتأخد خبرات فهو اشتغلنا بقى من الموضوع ده والحمد لله يعني ابتدينا من السنة اللي فاتت إنه بدون أسماء بس إيه اللي يفرق مدير فني أجنابي عن مدير فني مصري أو قبل 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 ما اتجوابني ناخد مداخلة مهمة النهاردة كان بقى كان زهور مميز وزهور رائع وزهور جميل وزهور محترم كالعادة كلنا يعني دفت نظرنا يعني أستاذ طريق أنديل عدو مجلس إدارة النادي الأهلي وهو يتسلم جائزة النادي الأهلي كأفضل نادي في القرى الأفريقية زيما تلكم هي جائزة مفورة تبقى معتادة يعني مش سنة وتسيب سنة يعني دفت نادي الأهلي هو كبير القرى أستاذ طريق ألف مليون مبروك زهور لافت ورائع جدا للنهاردة مبروك لجمهوري الأهلي ومبروك لكل زهورة مصري يا كلها زكري يا أستاذ كريم أحيات الكبت محمد الرئي أهلا بحضر أستاذ طريق ألف مبروك الله يبرك فيك مبروك علينا كلنا أنت خلاص واضح أنك مرهق جدا واضح أنه اليوم كان طويل بس بالتأكيد أنا كنت بقول من منذ لحظات أنه العادي أن المفروض الأهلي يأخذ الجائزة دي كل عام السنة اللي فاتت كانت سنة عظيمة جدا أستاذ طريق للنادي الأهلي إنجازات عظيمة وبطولات كبيرة وبطولات مهمة وكان تكليل لما جوتكم كإدارة وبالتأكيد جاهزة فنية وعلى عبير الحمد لله جائزة النادي الأهلي أستحقها وفي نفس الوقت دايما بنتمنى بتوفيق ربنا يكون نادي الأهلي عن نصات التتويج وده تتويج لكل المجوزات اللي بتحصل من كل أفراد المنظومة الأهلوية وعلى رأسها كابتن محمود الخطيف الحمد لله يعني النهاردة يعني القريب بسافر الكاسر على من الأندية للمرة ربع على التوادي حجم الشاركة وتشرف الكرة المصرية والأفريقية صحية النهاردة كمان جائزتين للنادي الأهلي كهرباء أفضل هدف برستاو وأفضل لاعب داخل الكرة خسرنا فقط بس محمد الشناو النهاردة بس طبيعة الحالية سين بونو وينجازوا مع المنتخب المغرب المنافسة كانت أكيد ده صعبة جائزتين كمان للنادي الأهلي النهاردة حاجة مشرفة جدا حاجة كلنا نفخر بيها أريد أن أقول لحراك لأن الأخوة المغربة فالحامين فرحة يعني كان لعيبة المغربة الكذب أو نادي الوداد هو الكذب يعني مشاكلين الوداد ومجموعة من الأخوة المغربة سواء في الفندو سواء هناك في المكان الحفظ كانوا يعني فرحة جاملة جدا يعني لو هذا الوقت يا دوبك سأطلع أبطي في الفندو عشان من كتر هم عالدين سعروا مع دوائز النادي الأهلي الله رغم النادي الأهلي رغم النادي الأهلي رغم النادي الأهلي بالأرض ديها العربية وتوزدنا في المغرب كتير واتصالاتنا بقية كابتا محمود الخطي كل المحافل اللي خش فيها المغرب الشقيقة وإحنا أبناء دايما لهم حاجة بتسيب أثر طيب السنهاب والسرقم في يوم جميل هاي رغم النادي الوداد بس أذكر الجماهير إنه النادي الوداد كان ينافس النادي الأهلي على جهزة أفضل نادي ورغم كده الناس عظيمة أنا كنت موجود ساعة الفاينل أفراقيا وشفت جماهي الوداد بتبارك للأهلوية بعد المباراة جماهير عندها روح رياضية عظيمة جدا المغربة كلهم حاجة عظيمة جدا وسستاري بصراحة يعني عايز أسألك الحمد لله يعني كلهم كانوا على قدر المحبة والود اللي جئين المصري والمغرب طيب عايز أبعامين معك جدا يعني وإحنا كمصريين وجميل النادي الأهلي كانت الآن شوية على مستوى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة تقول لهم إيه وتطمينهم بإيه قبل كاس العالم الآن داي وإحنا خلاص فضلنا كام يوم والنادي الأهلي يلعب أول مباراة وفي المشاركة الرابعة على التوالي إن شاء الله في كاس عامل الأهلي حاجة مشارفة أن المرة الرابعة على التوالي في نفس الوقت الحمد لله أنت يعني النادي بيسير بمنظومة مستخرة وبعتبخى التوفيق من عند ربنا إن شاء الله ونتمنى التوفيق لحالتنا وطبيعي في كرة القدم في بعض الأحيان يحصل أي إخباقات كان طبيعي للسطرة الأخيرة طبعا إحنا كأهلا ومشي بعونيين على كده فالس ودائما عايزين بيتخلص بطولة بنشد خط على طول ونقول البطولة اللي بعدها عايز صحيح فده قدر يجي للأهلاوية كلهم صحيح إن شاء الله ربنا وفع وتكون المرحلة الجاهة إن شاء الله عارض للإنجازات اللي بتحصل عايز حركة تطمننا على حالة الكابتن عمري فاروغ ربنا يا رب يشفي وعافيه الحالة مستخرة ونسأل الجميع الدعاء يا رب يرجع لنا بألف سلامة لمكانه للنادي يا رب إن شاء الله أستاذ طارق أندير عضو مجلس إدارة النادي الآلي ألف مليون مبروك من المغرب وقت أو بعد ما تسلم جائزة النادي الآلي كأفضل نادي في القرى الأفريقية عن عام ٢٠٣ وأيضا جائزة محمودة عبد المنعم كهرباء أفضل هدف وبرستاو أفضل لعب أفريقي داخل القرى طبيعة الحفلة النهاردة شفت العلي هو عمري يكسب كل الجوائزة ناو طب الحمد الله عادي بقى يعني العادي العادي بتاع العلي إن هو اللازم بقى رقم واحد طبعا في كل حاجة أسألك الحاجة النهاردة دخلت أقلب في الإستجرام بتاعك شوية أنا برضو أحب أعودك أقلب على ديوفي أول سؤال إيه تعامل كده ومسك الكاس تعامل كده المين لا لا مش لحد اللي أنا جامد وخلاص ده عادي يعني تحدي أهم دايئك؟ في الماطش ده عمتا يعني يعني شوية يعني كان حصل بعد الماطش شوية منوشات كده بشكل عادي يعني أكد حاجة كده يعني أحد أفراد يعني من جمهور نادي الزمالك وكده يعني عمتا ما بحبش صدمات مع أي لعب مع أي جمهور يعني ما بحبش أنا عمتا في الملعب عمري يعني تقريبا طول عمري 21 سنة بلعب أنا عمري ما عملتك مشكلة مع أي لعب أو أي مدرب ولا في تنبين أو لو تماطش ولا أي حاجة صحيح بحترم يعني أي حد طبعا وكده وأنا ضد أصلا فكرة إن أي لعب يخش في صدم مع أي جمهور يعني صحيح طيب الآلي الفترة اللي جاي مفروض عندك إيه؟ يعني مفروض المنافسة هتكمل قليل معك بجانب الدوري طبعا احنا مفروض إن شاء الله عندنا فترة توقف كده لحد شهر اثنين مفروض الدوري هيبدأ يرجع في شهر اثنين تاني بعد بطولة أفريقيا المنتخب وهنكمل بقى في الدوري وعندنا إن شاء الله سوبر أفريقي في شهر أربعة تقريبا وبعد دي بطولة كاس الكووس الأفريقي إن شاء الله كابتن محمد شرفت ونورت دايماً في أعلى الملاتر دايماً حارس مرمى كبير جداً ربنا يخليك وألف من يوم مبروك مع النادي ربنا يخليك أنا كنت مبسوط طوال أنا حضرتك النهاردة يعني أنا سعيد جداً بتاولت ربنا يخليك شكراً طيب لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل يشرفني ونورني كابتن كريم زكري النجم نادية الزمالية والمصري السابق وأيضاً النجم الكابتن إهاب المصري لعب المصري والقلون العرب السابق يا عرب حضراتكم مرة أخرى شرفني منورني زيوتاً كبابل الفاصل كباتن كريم زكري كابتن إهاب المصري كابتن كريم منور الدنيا بنورك يا كريم وحشني كتير انت وحشني جداً ربنا خليكم مبسوط النهاردة اللي مع أخويا طبعاً وعشرة الأول حبيبنا كابتن تا دايماً بتجمعني بالناس حبيبي 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 كابتن إهاب منور الدنيا وحشني جداً فترة غياب كبيرة أنا حبيبي كابتن والله أنا مبسوط جداً أنا معاك النهاردة من الشخصيات ومن الإعلامين الكبار المحترمين جداً في المجال وطبعاً أخويا وعشرة العمر فعلاً والصديق والأخ وكل حاجة كريم زكري عشرة عمر كبيرة جداً بتشرف بيها فأنا مبسوط جداً أنا معا النهاردة ودايماً يعني حلقاتنا بتبقى أنا بقى مبسوط أنا مع كريم زكري حبيبي حبيبي طب كابتن كريم وكابتن أبع سألكم الأول على جواز الكافة النهاردة خلائق فيها ايه؟ بشكل عامل أوه أنا عايزة أسأل سؤال هو مين اللي بيقايم في الكافة؟ حياله من عشان أقدر أقول ده صح ولا غلط؟ لا ما بتنقلش كده بقى كمان هو المعايير بتاعت الجواز ما هو مين؟ وبعد كده مين ده هنقول المعايير؟ بالظبط كده وأنت النهاردة لازم تعرف الشخص؟ الشخص ده برضو يفيد في لجان وفيها صحفيين وفيها الناس خبراء وبتاق هم اللي بيختاروا ده مفهوم بس ايه المعايير بقى؟ يعني انت لما بتيه مثلا تختار أفضل لعب في العالم يقولك والله معايير بطولات معينة إنجازاته المعينة لعب المنظيف في تفاصيل كثيرة الأرقام؟ ايه المعايير بقى؟ يعني عشان بس لما بتيه تختار مثلا بكتور أسمن أفضل لعب النهاردة أقول والله يدى طبقا لمعايير الكاف فهو اختيار سليدي أونانا أونانا في حارس منشستر هنا خلي بالك حتى أنا وصديقي يعني بنتكلم وأنا جاي فبنتكلم عدنا نضحك يعني أونانا ده انت لو بتحط مثلا تشكيل الإسبوع في الدور الإنجليز مش هتحطه أصلا اه أونانا كوارث يعني كوارث فالمعايير أصلا في حد ذاتها تحس نفاق خلل فبالتالي أنا شايف أن الهالة الإعلامية على الجوائز دي كلها مش كبيرة قوي صح ليه؟ لأن المعايير كلها فاخت لها الكبير جدا صح فأنت النهاردة طالما ما فيش ما فيش أنا بقول ده من الجوائز الكاف بتفكت كل متى سنة ورى سنة يعني ده حقيقي النهاردة حتى لو لو أنت بتتفرج لا ما فيش حدور كبير قوي حتى اللعابة الكبار مش مهتمين جدا حتى عالميا الموضوع مش مش واخد حجمه زي ما احنا مدخلين دايما عشان كده هفضل أقول لك الأفريقيا فيها كوارث أفريقيا فيها كوارث وصدقني إحنا دايما بنتكلم على مصر لا الدوري لا التأجيلات لا فيه سأل بلاك كتير اه بس انت جزء من منظومة بحالها برضو مش عارفة تدير شب البيس احسن ان احنا منظومتنا احسن من منظومتك كافة احسن طبعا عشان كابل لك احنا حاجة مصطدرة والله شوف احنا بنيقول كل العيوب دي بس احنا احسن احنا بالنسبة بالنسبة لللي بحصل ده لا احنا في حتة تانية مفروض بقى في المقدمة كابتناء هاب بقول من الفين وستاشر عشان ده بداية توهج محمد صلاح مع عليه بابقول في الدولة الانجليزية لكن قبل كده محمد صلاح كان متواهج جدا مع برونتينا وروما وكل الفين اللاعبية بس على اقل من الفين وستاشر لحد هذه اللحظة في سبع سنين محمد صلاح ياخد مرتين فقط جاهزة افضل لعب في افريقيا وهو محافظ اصلا على مستواته للوقت يعني حاجة غريبة جدا وبالزبط انت بتتكلم النهار ده فيكتور اسمن يعني انجازاته كلها هو حصول نابولي على الدوري الاطالي بعد غياب اه واحد تلاتين عامات بس ارقام وانجازات محمد صلاح من الفين وستاشر لحد وقتنا هزا محمد صلاح بيحطم الارقام في الدوري الانجليزي اسطورة من اساطير ليفربول خلاص يعني محمد صلاح يستحق لو هتاخد بالمعايير دي مش هنتكلم على الانجازات مع المنتخب لان هي بالانجازات مع المنتخب كانت طبيعي هتروح لحكيمة راجل وصل لقابل نهاية كاس العالم وراجل وقت دوري مع بريسة جيرمان فعامل انجازات على المستوى الاندية ومع مستوى المنتخبات او محرز حتى محرز لسول سلسية انا بتكلم في التلاتة اللي كانوا مرشحين في الاخر لكن هتروح لمن لقشرف حكيم صح ده بالمعايير الطبيعية اللي لو هنتكلم اللي هي لكن محمد صلاح بالانجازات الكبيرة اللي عاملها لو هي بقى لما انت خلاص بصت لقسمن على المستوى الاندية بس او منستوى الاندية فقط لما انت خلاص يبقى بص لمحمد صلاح على الانجازات الكبيرة اللي هو بيعملها الفردية الارقام اللي بيحطمها موسم كل موسم عنده ارقام كبيرة بيحطمها مع نفسه فانا اعتقد ان تعرف على ذكر اللي قاله الكابتن كريم وبما انه مفيش معايير فانت في العيبة واخد بطولات وانجازات وفي العيبة عاملة مستوى فردي رائع جدا في محمد صلاح مستوى فردي ففي التلاتة وفي العيبة عاملة مستوى جماعي زي لو على المستوى الجماعي فحط محرز وما تحط الصلاح شفت انا بقولك ايه ما تحط الصلاح لو على المستوى الفردي فصلاح يكسب كل دول يكسب كل دول انت خدت دلوقتي ياسين بونو هو الحارس الافضل في التشكيل المثالية حطت قنانة ده منتد انت عملت ايه انت عارف اللي انا احمد دي بقى كمان مرس الكولر انت عبدالحق بنشيخة في المرشحين الافضل مدرب وشحات مرس الكولر في المقابل انت بشحات اتحاد العاصمة كافضل نادي وحاط النادي الاهلي حطت ان الاهلي ازاي بقى فاللو ازاي بقى اشرحها ايه اشرحها ترجيب لأي حاجة الساديو مانيه مالعبش السنة اللي فاتت اه يعني منه السنة عشان برضو بدايته مع السنغال يعني كان عامل شغل مع الساديو بس كان في باييرو بس مع باييرو مالعبش احال بس هي محتاجة محتاجة توضيح للمعايير اللي بتتم اختيارها عليها مين اللي بيختار اصلا هل في لجنة معينة في الكاف بتختار الكلام ده مين هم لان الكاف عنده كتير وعنده في لعيبة واساطير كبيرة جدا ممكن يشكل منها لجنة بتقيم انا ممكن اشكل لجنة انا شكل لجنة وحنا عادين الوقت هد رجب على سامو الاتو هدى على بوتريكا يعني التلاثة دهول هم اكيد عندهم لجان وبيعملوا كده ماشي بس حتى لو عندك لجان معاييرها ايه معاييرها ايه بس هم بيختاره لا مفيش ما خلي بالك هم بيدفاعوا الضريبة دلوقتي احنا عادين بنتكلم والعالم كله اصلا مش حسس بالجوايز دي خالص مفيش لعيبة راحت هوا بيكتر قصب وما فيش فانت بتتفع الضريبة قصب اشتار الوحيد لك في الحفلة النهار معشان هو الوحيد عندك رياض محبس وعندك صلاح وعندك كل النجوم ده خلاص والسنة الجاي هتلاقي الموضوع الاسوأ الا اذا زبا انت بتتكلم كده كده نازم يحط قصص ومعايير بناءة عن احنا بنختار واحد اتنين ثلاثة زبا انت عارف انت مثلا في اوروبا بيختار حسن لعب ليه التشكيل الامسل ليه بالارقام الحاجات دي كلها لكن احنا هنا في افريقيا الموضوع ايس على كده كمان خلوا احنا بنتكلم عن جوائز ايس على كده كمان التحكيم الافريكي لانا لو انا مدير كراف الناد المصر عانيت منه عانيت منه انا مش عارف ينفع اقولي الكلام ده على الهوة لا لكن اللي هو لا راشه عين عينك والله ايه انا بالدلايل كده يعني انا هقولها بقى وربنا يستر يعني بالدلايل كده حكم مطش المصر ونهضة بركان كان عايز فلوس قبل المطش فمجلس الادراء قال لك لأ احنا مش هندفع لحد ده حاجة شوط لأ اولا اتنين اتردوا كلم ده خطير انا بقولك على اللحظ اتنين اتردوا من الناد المصر لا لا اهمش عن كلامك صحيح لماذا لم يقدم النادي المصر وقتها شكوات قدمنا شكوات لا يعني اقول ان الحاكم طلب مني ايه اللي يثبت النهاردة حتى الواتس بتاع الشات هو اكيد ما احمي خلي بالك الكلام ده ايسو في افريقيا كلها انت بتروح برضو في بلاد كترة جدا انا بقولك على الحقيق انا بس ما اقدرش عممها عشان يعني برضو ما هو في حكام لا في حكام كويسين جدا لكن هي موجودة وما ينفعش نلغيها انا مقدرش عممها في حكام كويسين جدا جدا لكن برضو من ضمن الفساد الافريكي ان تحكيم الافريكي مش حسن حاجة النادي الالف اوات كترة جدا بيعني من التحكيم الافريكي خارج خارج مرعبه الزمالك هتلاقي المصر هتلاقي اي فريق مصر بس بجانب الفساد يعني يسيبك من قصة الفساد بس انا بشوف ان الحكام اللي في افريكيا في كتير منهم مش مؤهنين بشكل جيد انهم يحكيموا على مستوى الفني يعني بعيد عن سلوكياتهم انت اللي انت بتحكيله ده حالة خلاص انا معاك فيه بس معظم الحكام فيه حكام كتير مش مش كويسين مش مؤهلا ان هي تبقى فنيا ان انت تدير المطشاط في ابطال افريكيا او حتى الكونفيدرالي فانت بناء على ايه برضو هنرجع لنفس الكلام انت القيم والمعايير عندك ايه في اختيار حكامك هيه هيه نفس الكلام انت كمان القيم والمعايير ايه لما تحط مثلا جدوى للمطشاط وتلاقي ده اما ضغط في ده وضغط في ده انت حتى مش مدي فرصة للاتحاد المصري او اي اتحاد تاني يقدر ينظم عكس البطولات التانية هتلاقي ابطال اوروبا دايما منظمينها ومتعرف الاربع والثلاث ابطال اوروبا الخميس الدور الاوروبي هتلاقي فكل حاجة انت عارف ماشي بنظام فانت بالتالي بتقدر تحط الجدوى البتاعتك انا عايز ارجع تاني الجوائز الكاف النهاردة والنادي الاهلي افضل نادي في القرى الافريكية في 23 يستحق نادي الاهلي نموذج مشرف طبعا للاندي المصرية والقرى المصرية هو كان الحسن الوحيد النهاردة للقرى المصرية او التواجد الوحيد للقرى المصرية في الحفل الكاف كله كهربا احسن هدف بيرستاو طبعا احسن لعب ودي برضو من الحاجات الغريبة يعني انا كنت بشوف اللي ممكن الشناوي يخش يعني بدلا ما يكون موجود او متواجد في قيمة احسن لعب داخل القرى الافريكية كان ممكن كمان طبعا افضل بكتير لكن بيرستاو برضو عمل عمل موسم قوي جدا لكن النادي الاهلي منظومة متكاملة منظومة يعني الكتير من الانديها بتتمنى او بتتمنى اللي هي تحزو حزو النادي الاهلي النهاردة بنشوف لقطة كمان ان الاستاذ طريق انديل هو اللي بيروح كابتن خطيب بيبعت الاستاذ طريق انديل هو اللي بيتسلم ممكن انت عارف الحاجات دي بيكون على علم النادي بقابليها اللي هو ممكن يكون هو طبعا طبعا لكن الراجل برضو ما حبيش اخد اللقطة ممكن في ناس كابتن والله دي ملحوظة مهمة جدا كابتن يعني فكرة انه انا رئيس النادي وانا النجم الكبير طبعا كابتن محمود الخطيب لا ممكن عنده مجلس دارها هو اللي بقى متواجد وولد تسلم جايزة خلي بالك فيه غياب كبير للنادي الاهلي على الجايزة دي من 2013 فهتحسب لكابتن محمود الخطيب لكن هو ما فكرش في كده هو بعت الاستاذ طريق انديل حتى بعثة النادي الاهلي هتلاقي فيه النقطة دي فهي نظام مش انا كرئيس النادي انا اللي احب اخد اللقطة واخد الصورة كلها واخد الاضواة من الناس لان وجود كابتن الخطيب في حفل النهاردة هيدي له كو يدي له برضو يدي حفلة كوة طبعا واحد من اساطير الكرة الافريقية فدي برضو تحسب للنادي الاهلي ونظام داخل النادي الاهلي الفرحة اللي شفناها النهاردة على وجه الاستاذ طريق انديل وساعدته البلغة ان هو بيطلع ثلاث مرات بيتكرم باسم النادي الاهلي او بالعيبة النادي الاهلي دي حاجة كمان بتدعونا احنا للفخر بالمنظومة الرادلة في النادي الاهلي نتمنى نشوف السنة الجاية نشوف الزمالك نشوف بيرامد نشوف في فيوتشر لان هم الممثلين في الكرة الافريقية الموسم ده فنتمنى الموسم اللي جاي نلاقيهم برضو على منصات التتويج او من المرشحين ان شاء الله باذن الله الموسم اللي جاي لكن مبروك لنادي الاهلي مبروك لجماهير ومبروك لمجل صدارته كان موسم قوي جدا موسم يستحقه عليه المكافأة بتاعته النهاردة ده كان نتيجة للتتويج موسم قوي جدا يستحق النادي الاهلي عليه طيب معايا عبرزوم دلوقتي كس حلو احكالكم احنا منتكلم معا عبدالله ناجي ده لاعب منتخب مصر ليه الملاكمة بيلعب فيه بطولات ودورات وحاجات بتحصل في امريكا عارفين الافلام الاجنبية معانا اللقطة بتاعته هو داخل يلعب الافلام الاجنبية اللي هو ايه يجيبوا لاعب يلعب منافسات مع لاعبة محترفين في العالم هو بيلعب دلوقتي مع لاعب من امريكا يقال انه اللاعب ده لا يهزم يعني بيكسب على طول نزل ولابس شعار طبعا فلسطين يا ربنا وعلم المصر كمان وعلم مصر طبعا اهي اللقطة اهي مع حضراتكم ويفوز على واحد من الابطال البطولات دي البطولات دي مش بطولات تابعة للاتحاد ولكنها بطولات مهمة جدا بطولات جمهورية مهمة جدا في امريكا يفوز بهذه البطولة حاجة عظيمة جدا شفنا اللقطة دي تعالى ستوشن ميديا وقالنا لازم يكون معانا نتكلم معاه ونفهم منه ايه اللي بيحصل ادام حاجة مشرفة لمصر عالم مصر ادام بيعترفها في اي مكان نحب نمشي وراء على طول معايا عبر الزوم الان من امريكا عبدالله ناجي لاعي منتخب مصر للملاكمة عبدالله مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا لأ فاهمني الاول بقى عشان المشهد كله مشهد بطولي جميل حلو عجبني وعجب زملائي في البرنامج فاهمنا لازم تكون موجود معنا فاهمنا بقى فاهمنا الصورة ديت اللي قدامنا صورتك والتداخل تلعب مباراة مهمة جدا ايه البطولة دي اه بتلعب فضل تمام انا 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 وزنك اتجاه معصر تدريجي كان عندي بطولة بمسيكا ان شاء الله في شهر اتنين ان شاء الله ايه ايه انا ارباقش هاي مثل اصلاهم معصر كان فيه لاعب انا اعتمنا لاعب كي بوسكي واحترفك قليلا انا اعتمنا انا اعتمنا بعض الدول اه عظيم بس فتشمال المعسكر اه اعرضوا عليها مباراة ملاجمة ضد لعب امريكا فانا اعتمنا طابعا اهم عرضوا عليها مباراة حلو طبعا اللاجد ده ريكورده في الهوا اه 26 مباراة بلا هزيمة هذه ثانية مباراة ترافية ليه بلا هزيمة اهم هزيمة اه اه لعب المباراة الحمد لله بنا اعتمنا الحمد لله الحمد لله مباراة سوا بس الحمد لله وطعنا المصر عظيم جدا استاذين بس كتابة عبدالله عشان كابة معاك الحوار بشكل واضح لو فيه صدق جنبك علي نوطيه شوية عشان اسماك كويس طيب كابتل عبدالله وانا علامتك فيه انت فيه تدريب بس لو انت في التدريب اصلا انا في الصلاة وعلي عظيم 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 انا سمعك انا سمعك مش ممكن مش بوضوح مية في المية بس سمعك طيب كابتل عبدالله انت موجود اصلا مع منتخب مصر لا انا لعب محترف منتخب مصر ده تبع الهواء انا انا محترف محترف ده ببقى زي اما عايق كده وما يكتش اني المباراة دي اما الهواء ده الالومبيات والشوكولات عظيم انا بلعب محترف بلعب احتراف مالي خمس بلعب سنين تفير المباراة اللي انت بتروح هديها والمباراة ده بيبقى لها جماهيرية كبيرة اه طبعا احتراف يعني اكبر مباراة العالم اكبر عالم عالمية اكبر حاجة انا تايلاند الموايطاي تايلاند الموايطاي ده بيهم علاجة تصوير التاور عظيم عظيم كابتر انا مبسوط بصورتك الوديا ويديا والتاعلان في عالم مصر وراك بصورة عظيمة وبتفرح دايما ان شاء الله دايما على مصر ايضا احسن الله ان شاء الله ان شاء الله كابتر عبدالله هلت موجود عاصرا عايش في مصر هنا ولا عايش برا مصر انا انا في مصر بس انا بس بالفكور يعني انا انا لكن في حين سنتين، يظل أنّت مصر عاش الشهر، لأنّ مقلتُ بفايلام، لابدتُ إنّك عوالي ومصر ومصر 10 أور، وانت شفرتُ بقراراتي، والحمد لله، وستمتُ مبرخص، وانت بصدر في مباراة وهذا، وكانت مفاق كنار بسيئة، فالحمد لله، وانت بصدر في مباراة لك، ومعتُدت عليها، وطلعتُ إلى هنسل، وقعدتُ منها، ورقعتِ مصر مباراة، عزيم شفت انت فيديوهاتك ومنتشرة جدا على السوشل ميديا خلال الايام اللي فاتت دي الناس كلها بتتكلم عنه كابتل عبدالله سمع لي بقولك شفت الفيديوهات انتشرت جدا الفترة في التحديق الفيديو اللي قدامي دوت الفيديو وانت داخل تلعب اه انتشرت جدا على السوشل ميديا اه 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 دي اه كابتل عبدالله نياجي لعب لعب المصري اللي احنا شايفينه امام حضراتك وهو كان من اكتر الناس اللي منتشرة على السوشل ميديا خلال الايام اللي فاتت وهيفوز على لعب امريكي لم يهزم من قبل انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة بس اي حاجة فيها عالم مصر بتشد الواحد سبحان الله عياتي حقيقة بطولة وحاجة عظيمة جدا لقطة حلوة لقطة جميلة حمزة زي لقطة لأفلام بتاعي تأمليه كتيرا اه بالضبط فيلم روكي بقى اللي هو البطل اللي جاي من تحت المغمور اللي بيكسب بطل العالم خلو بلك هليود المخرج برضو بيقولي زي محمد سبحان فو ممكن تزيده حبيبي لا زي محمد عام دي مفهاش حونة لات احنا عندنا أفلام مصرية ربنا احنا نسكوبي بقى لا ده كانت خريف سوري مصرية تخريف تب نقول حلم العمر طيب الحمد عام لا بس هو هو شكل لعب محترف لعب كبير يعني ان شاء الله ربنا يوفاو بإذن الله كريم الناس بتتفرج على اللقطة دي بص بتاعتقد 3-4 ثواني بالكتير قوي دقيقتين بالكتير قوي دقيقتين بس تصدقني ورد دقيقتين دول سنين عمر تعب وشاء تعب وشاء احنا النهار ده احنا بلعب لعبة جمعية بس انا مفروض مش عارف هقول الكلام ده بس ده حقيقة انا بحس كده ان الناس دي بت sneez عuge اكتر مننا الناس اللي تلعب عقفرة دي دي بتights عبكتر مننا الاثبوت كله على لعبة كرة القدم بحكم ان ليه لعبة شعبية طالما الاثبوت الاعلامي موجود على لعبة الكرة فانت هتلاقي الامكانال Gloifica راح للاعبة الكرة لكن هتلاقي في بلاد تانية هتلاقي الباسكت زي امريكا مسلا فهتلاقي الاثبوت على الباسكت فهتلاقي فلوس الباسكت عالية جدا التنس في دول كتيرة جداً أتلاقي التنس في رسالة الكريم نحن نتكلم اللعبة شعبية في العالم طيب قالولي قالولي كابتن عبدالله ده يجي معنا تاني عايز يقول رسالة مهم كابتن عبدالله انت معي؟ اي 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 اتفضل يا فندم قالولي ان انت حايف توجه رسالة انا ما انت عايز اقول حايفة بس عن اوات النفس اقولها انا حايفة اشكر وقفة والدتي طيب اي 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 اكتر منس الانتين بعيد عنهم لاني بس افر كتير واستحملوني فانا حايفة اشكرهم على انهم استحملوا بوادي عنهم وام والدتي والله ابرك الله قضى حبية كتير يعني فانا عايز اشكرهم وبعدهم ان شاء الله ان انا هشرفهم ان شاء الله كتير واشا اعرف بلدي واهل بلدي بإذن الله ونشكرهم معاك كابتن عبدالله ان هما جابوا لنا بطل زيك كده ان شاء الله رب ربنا يكريمك دايماً وتفرحهم طول الوقات فرح الشعب المصري كله كانت العبدالله ناجي لعب المصري لعب كيك بوكس اللعب اللي بيتقالك في أمريكا دلوقتي وبيلعب بطولات مهمة جدا وبيتقالك جدا طيب نرجع تاني لكو نرجع لكو النهاردة فتوح والزناري ومحمد صبحي نزلوا تدريبات الزمالك السؤال هنا رأيك ايه؟ يلعبوا ويكملوا وعفى الله عما سلف ولا لا إدارة الزمالك لابد أن تثبت عند قرارها وتعرضه وتبيع التدريبات حتى هذه اللحظة واخد قراره أنه هيبيع التلاتة بس هو ما نزلوا التدريبات فرضا اللعبوا بقى والدنيا مشيت خلاص ولا يتبيعوا بص مجلس ناري الزمالك لما اتخذ القرار في البداية ووقف التلات لعبين وطم عرضهم للبيع مع قدوم كابتا معتمد جمال كمان القيادة الفنية لنادي الزمالك الدنيا عملت ايه؟ الدنيا مشيت بشكل مميز جدا ناري الزمالك ماشي بخطة ثابتة سواء في الدورية سواء في بطولة أفريقيا الكنفدرالية بيحقل علامة كاملة الأداء تدريجيا بيتحسن في ناري الزمالك في ظل النقص الكبير في السكواد لنادي الزمالك الدعم الجماهيري الكبير بسبب القرار ده خلي بالك يعني القرار ده كان مدعوم بشكل قوي جدا من جمهور ناري الزمالك مع العلم الوقيومة الفنية الكبيرة جدا من وجهة نظري مش عارف كريم يتفي وحرك يتفي معي الواحد زي فتوح فتوح القيمة الفنية بتاعت فتوح قيمة كبيرة جدا لعيب كبير لعيب دولي لعيب أي فريق يتمنى اللي يكون عنده لعيب زي فتوح مفيد لمنتخب مصر المنتخب مصر في احتياج لفتوح الفترة اللي جاية فناني الزمالك خد قرار تربوي اعتقد جنس مارو الفترة اللي فاتت بشكل قوي جدا من خلال ان انت ارسيت مبدأ العدل واللي انت كان فيه سواف وعقاب الناس الزمالك كانت بيعاني في فضلات كتيرة جدا اللي كان فيه سواف منك انه ما كانش فيه عقاب فانت شايف انه الزمالك والدولة الزمالك لابد ان تثبت عندك قصة هو فتوح هيعتذر يعني فتوح انا متوقع الفترة الجاية او الايام اللي جاية ممكن يطلع بقرار ويعتذر لجمهور دولة الزمالك والمجلس دولة الزمالك والامور تتلمي بشكل او باخر مع فتوح لان فتوح من العناصر المميزة جدا وممكن بعد كده نال الزمالك يجدد لفتوح ويطلع فتوح يستفيد منه نال الزمالك يسافر يحترف برا او يستفيد بالمبلغ فاعتقد الامور هتفضل كده لكن انا مدام فيه قرار اتاخد وفيه مبدأ مشيت عليه كنال الزمالك مش هزم يبقى فيه رقم بالزبط استمر عليه ان الدنيا ماشى كويس عظيم حاليسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هسمع رأي كابتن كريم ذكرت نفس الموضوع خليكم معا يعلم بحضراتكم مرة اخرى قلت اسأل كابتن كريم ذكرى عن فتوح والزبنالي وصبح بعد ما نزلوا تدريبات نادي الزمالك زي ما سألت الكابتن قاب المصري بس لان الوقت يدهبنا فيه سؤال اهم ربما عايز اسأله الكابتن كريم وهحاول اخذ منه القصة بتاعة سلاسة الزمالك نفس النموذج ده بيحصل في المصري مع مراوان حمدي مراوان حمدي هينزل تدريبات كمان المصري بعد الكاف ومعروض للبيع قصة مراوان حمدي بقى من وجهة نظرك مفروض تخلاص عليه هو فيه اختلاف هنا الاتنين غلطوا في حق الجماهير سواء تلات لعيبة بتوعي الزمالك او مراوان مع النادي المصري بس اللي اختلافنا يفرق مراوان كان منه مباشرة لجمهور النادي المصري انا مراوان محبه جدا عن مستوى الشخصي ولعيب كويس ولعيب يفيد النادي المصري ويفيد اي نادي في مصري لكن قصة ان انت تحتك بجماهير برسعيد دي وتعمل اللي انت عملتو دي انا بالنسبة لي لا تختفر ليه لا تختفر يعني انا اوصد ان كل بنقال هو غلطة كبيرة طبعا كبيرة قوي بس ليه حتى اعظم الغلطات بتختفر عشان هو غلط في الحلقة الوحيدة او الجزء الوحيد اللي مش مستفيد رئيس النادي مستفيد ان هو رئيس النادي المصري اوه تفر اي رئيس نادي فهو ليه مصلحة اوه الوزيشن اسم النادي المصري عضاء مجلس الادارة انت مفادش مدينة لكن اسم النادي المصري من اول اكبر راس في الجهاز الفني الاصغر واحد موجود فالمنظوم انت كلاعك قراءة مستفيد لكن انت كجمهور مش مستفيد انا لا ده انا متفق معاك هو عمل غلطة كبيرة جدا بالزبط في شنين هيختلفوا على ده غلطة كبيرة قوي ليه لا تختفر بقى ما تختفر يعني لو اعتذرت مسلا انا مره الحمدل لو اعتذرت ولا عملت غلطة جبيلة جدا انا ما قدرش اقولها انا لو قلت اختفر جمهير النادي لسنا بتخفر ديشنا لان انا ابني من ابناء برسعيد انا في يوم الايام والغاية دلوقتي لو سمحت الفرصة ان انا انا حاعد في فوسط المدرگات هاعد فانا اللي اتعامل في الجمهور ده انا واحد منهم كابتنها بتختفر ولا لا ده تختفر بقى لحفل النادي لابنا في المصري نا فمروان كل اللي احتراموا التقدير لمروان كامكانيات فنية مروان كمان بعيدة عن الكرة شخصية مخترمة جدا مؤدب جدا 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 بس جمهور النادي المصري بتحمل كتير قوي جمهور النادي المصري جاي لك من برسعيد لاسكندرية بيجي وراءك كل المطشاط بيبقى في ظهرك في الحلوة والمرة في ظهرك على طول بيجي مسافة بيستحمل مشاقة الصفر دي كلها هو جمهور بحروف من فريق بس فهو جاي عايز يشوفك كويس عايز يشوفك اخلي بالك جمهور النادي المصري لو انت بتقدب بروح وبرجولة وخسرت هيشجعك مش هيهجمك فهو كان طالب من نوم في الوقت ده العب برجولة العب بقلبك وصلي ان انت فعلا بخايف على التشيرت وخايف على اسم النادي اللي انت اللعب فيه وحاسس بينا كجمهور جاي حس بالجمهور لو هو كان حاس بالجمهور بكنش هيعمل الرد الفعل لا في حاجة اهم كمان وانأكد ليه لا تختفر انت النهاردة كلعي بكورة مشهور وبتاخد مقابل تعبك وشاءك في الملعب وده حقك محدش قريب تكلم فيه لكن انت عليك ضريبة انت عليك ضريبة ان انت راجل نجم في فرقتك عليك مسؤولية كبيرة ضريبتك ان انت حتى لو حد انتقدك او حتى جرح فيك كلنا من قبلش الغلط لكن في نفس الوقت دي ضريبة النهاردة انا لو عملت رأسي براس الجمهور خلاص انا كل ماتش هتخاني او كل ما ابقى وحش هتخاني فده الدريبة اللي لازم لعيب الكورة يتفحل لان احنا دايما ما بنشوهش مش بتكلم على مروان انا بكلمك على الاجيال اللي موجودة الوقت كلها في مصر المقدمات لما عليت تقل الدماغ اللعيب هو ما شاء الله رزقهم لكن في نفس الوقت كل ده بيحط عليك درائب ايه الدريبة دي؟ من ضمن الدريبة الدرائب اللي عليك ان انت لازم تستحمل جمهورك زي ما هو بيشجعك وبترح تسقف له مجرد ما ينتخدك او حتى خرج عن النص محدش فينا بيقبل الغلط من اي حد لكن في نفس الوقت دي الدريبة اللي انا علي لان هو هو اللي غلط فيها النهاردة تاني يوم لو جبت جون هيسقف لي فالموضوع بيتعدى عندك مثال كبير جدا بشوفه دايما فمحمد مجدي افشة افشة من اكتر الناس اللي ممكن يتعرض للدغطات في الوقات عمرو بشوفته عمل حاجة ده بالعكس بعدها يجيب جون يروح يتأسف لجماهير الناد احنا من محمد مجدي افشة كمان محمد الشناوي محمد الشناوي ده ما اهمى الناس هجمته اللي هو محمد الشناوي طبعا ما بيسمعش طبعا وهالجع للشناوي بس انا عايز اقولك نقطة كمان هو اللي حصل ده مش انتقاد يعني احنا كنا زمان في الفترة بتاعتنا اللي احنا كنا نلعب كان فيه جماهير وكنا عايشين في بورسعيد هو مش قاعد في بورسعيد هو قاعد دايما برا كان ترمومتر الاداء بتاعك اللي بتقيس عليه انت كويس ولا وحش هو الجمهور في الشارع لما بتنزل تشتري حاجة او ممكن لو انت كويس المعاملة بتوعاملة ازاي ولو انت وحش الانتقاد بتوجهلك ازاي فانت بتحس فبتخاف طبعا الراجل ابن البلد وعارف لكن احنا روحنا وعيشنا في البلد انت الانتقاد ده بالنسبة اللي احنا كنا بنشوفه ولا حاجة ولا حاجة طيب يا ابتالي يا ابتالي للأسف في الوقت خلص انا مشكور شكرا جزيلا شرفتني ونورتني شكرا 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 جزيلا ده كل ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتم معنا اشوفكم يا رب على قلب